أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر ليصبح جزءاً من النظام التعليم المستدامي في المدارس ولفت جلالته إلى ضرورة مواصلة تطوير المنصة درسك والأخذ بملاحظات الطلبة والمعلمين والأهالي مشدداً على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الإلكتروني في مختلف المناطق لضمان حصول الطلبة على فرص الاستفادة من هذه المنصة التي تضمن تحديثاً على المحتوى التعليمي والمستوى التكنولوجي من حيث البرمجيات والأدوات المضافة لها من جهة ثانية توجه إلى مقاعد الدراسة يوم الثلاثاء الماضي مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف طالب وطالبة بعد إعلان الحكومة الأردنية عن عودة دوام المدارس كالمعتاد ضمن شروط صحية محددة في ظل انتشار فيروس كورونا كما التحقى تسعون ألف معلم ومعلمة بمدارسهم دون تسجيل أي حالة غياب بين المعلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر